السلام عليكم عليكم السلام عليكم السلامة تفضل كيف حالك يا شيخ الحمد لله دعوا رقم على الشاشة ان شاء الله الحمد لله تفضل مين معنا معك احمد من العراق حياك الله يا اخ احمد سني ام شيعي انا الحمد لله شيعي شيعي حياك الله يا احمد هل تستطيع يا احمد ان تأتنا بصفة لله لا يملكها سيدي ومولايا علي بن ابي طالب او الائمة الاثنى عشر رضي الله عنه اه اكي هو يا صفاتي هو يا صفة اتفضل السفة الاولى الصفة الاولى الخالق الخالق ملك الملك اثنين و هو على قبل سين القدير هاي اول طيب ملك الملك ثلاثة هو على كل انا اردسيلك اه اردسيلك شوها لا قبل ما تسأل اجاوبك على الثلاث صفات اللي انت جبتهم الاول ثم ااخد سؤالك قلت اول صفة الخالق و ملك اثنين ملك الملك ثلاثة هو على كل شيء قدير صفة الخلقي هسمعك تسجيل الآن لحسين الفهيد و هو يقول ان عبد الملك ابن مروان كان على منبر النبي صلى الله عليه وسلم فسب علي ابن ابي طالب فخرجت كف وقيل كفان من يدي من قبل النبي صلى الله عليه وسلم مكتوب عليها اتسب علي ابن ابي طالب و هو الذي خلقك اتسب من خلقك هسمعك حسين الفهيد الآن بس شريطك ان تكفره ده رقم واحد فالامام بيخلق عندك على فكرة يعني قد لا تعلم ذلك اثنين مالك الملكي والامام يملك كل شيء بالولاية التكونية التي تغضع لها جميع ذرات الكون فعلماء اقل ان الامام يملك بالولاية التكونية كل شيء حتى ان جبنا تسجيلات لبسم القربلاء عليهم جعلوا الارضة مهادة وبنا فوقكم سبعا شدادة يملكوا جميع ذرات الكون ما الولاية التكونية التحكم في جميع ذرات الكون فملك الملك يملكوا ما في السموات وما في الارض و رجع الخطبة بتاعة بسم القربلاء اللي كان بيقولها ديال وهو على كل شيء قدير قل لي ايه الشيء الذي لا يقدر عليه عليه ابن ابي طالب اولا اما عندك فيما انا قلته الان قل لي ايه الشيء الذي لا يقدر عليه فضل كيفش يقدر عليه ابن ابي طالب الله اكبر الله اكبر سمعتم يا شيعة احمد رزاق من العراق شيعة نسألني يا هدية رب من شركه الواضح البين بيقولك كل شيء يقدر عليه ابن ابي طالب ما زالوا متمسكين بالشرك ما زالوا مع الايات القرآنية اللي قرأناها والتفسيرات اللي قرأناها عليكم التي تبين ان الانبياء كانوا يوحدون الله وما زال هؤلاء عايزين يرفعوا ضغطنا ويشركوا بالله تبارك وتعالى انا ادعوك الى النجاة والى عبادة الله احمد